اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا كنت نحضر هذه الورقه نحتاج فقط لدقيق الابياد اي دقيق فرص والملحة والمبارد انا اخذت نصف كيلو دقيق الابياد يمكن لكم تاخدوا الكيمياء اللي بغيتو كديروا الملحة لحسب الضوء فمس كيلو تقريبا واحد المعلقة صغيرة و قد نعجنوها بالما بارد حتى تجمع لنا المهم ان كنخليو العجينة تكون قاسحة يعني كنضيفو الماغر شوية بشوية انفو كتتجمع لنا العجينة فسافي كيكفي ما كيخصناش نخففوها لان كيف ما كتعرفو فالدقيق ديال الفرص والعجينة ديالو وخاك تكون قاسحة انفو كنخليوها ترتاح من بعد كتطلق راسها يعني لا درنا خفيف شوية فالدقيق نخليوها ترتاح غدا تخفاف لنا كتر وما عادش نقدرون تحكمو فيها من بعد وسافيدا بعدين استمر حتى كي تجمع لنا العجينة ومن بعد غادي ندلكها مزيان فوق صرح العمل حتى كي يولي القوام ديالها املاز اشتركوا اشتركوا في هذا المقطع هذا كله كان ديال الورقة اللولة لانه من بحال بحال من اليه كان وصل اليه فقط هنا هي هذه الورقة الأولى يعني نقطعها بما نستعمل الزيت ففي هذه الورقة اليوم يمكن لكم تقطعوه بها الطريقة هذه ومن بعد فاش تبغيوها تشكلوهم كويرات تستعملوا الزيت وكتدهنوهم مزيان او لا مباشرة تقطعوهم بحال اللي نقطعوه المسمى للقريصات اللي يكونوا صغيرين ونحن ندهنوهم مزيان مزيان بالزيت ومن بعد فاش نخليهم من بعدها قد يرتاحوا فكي يكونوا مدهون يعني بحال القريصات ديال المسمى وهنا فين غادي يكون الاختلاف فدبا كيفاش هنخدموهم كان نخدو معنا واحد سليفة اللي يكون فيها شوية ديال الزيت وكان نخدو واحد القطعة ديالورقة الطاهي كان ندهنوها كذلك بشوية ديال الزيت كان نخدو واحد القريصة بطبيعة الحال بعد ما نخليهم يرتاحوا مزيان على الاقل واحد نص ساعة باش من بعد كي يجيونا الساهل نسرحوهم وكان مداوي نسرحو هذيك القريصة غير بيتينو فوق هذيك الورق ديال الطاي لا تحاولوش تديرو نفس الطريقة ولكن بلا ما تستعملو هذي الورق هذي من التحت لانا ما غدش تنجح معاكم وعدي يجريكم فقط بحل تريد ديال الرفيصة هذي الورق هذي الدور دياله هو انو كيبقاش ديالورقة كيف ما كتشوفوش حال ما انا كان ورقة وهي كتبقاش دافية يعني ما كترجعش تجمع ليه وممتون ما كتقطعش غير اشك فو كندهنو ادينا بشوية ديال السيت وكنستمرو فيما بنت لناش بلاسة اللي غليطة كنزيدو بحل كندفعوه لعجينة غرب شوية هكا بسبع ديالنمش ما كنتقبوهاش وكيما عادي تلاحظو فهد العمل اللي هذي كتتاخد لناش فيها ديال الوقت ولكن فخونش موكة تعطينا واحد الورقة اللي كبيرة بثاف كتقدرون نشكلو بها من بعد يعني بالنسبة البريوات الحلوين كتر من عشرة ديال البريوات وفي البسطيلة كذلك يعني كانحتاجوا بغيما الواحد الكيمياء اللي محدودة لانكم كما عادي تشوفو من بعد مني غدا الطاب هدو كجنبس ديال همكي نحتاجو لنقطعوهم لوالو كيكونو مورقين احتهما فعل حسابي اللي خدمناهم تيكونو احتهما مورقين ما فيها احتش بلاسة غليطة كيكونو مورقينة لنقطعوهم لانها كيكونو مورقينة لنقطعوهم لنقطعوهم لانها كيكونو مورقينة كثاف صغير في سبعة صغير وكحدة معه ولكن مره مره كدر ليه فيها شي خبيشة وسافي دبا غدي ندوزو باش نطيبوها خديت من قبل واحد واحد صينية ديالت الفران اللي قلبتها على الظهر ديالها يعني من الاحسن تاخدوشي حاجة اللي كبيرة وتكون مسطحة وغدي نطيبها فوق منها بالورق ديالها كما اشتو كتكون عافية مهي لو كتكون صينية باردة كنحتها فوق منها وكنبقى كنضربها واحد شوية هكذا بيدي باش سخونية توصل للكالبلايس اللي كيبانو اليام الورق رابقي نعجينة راما كتحرق متشي حاجة لان كيمكت لكم العافية مهيلة وصينية باردة وصافي غير كنضربها بحل ماكك واحد شوية وكتكون طابت يعني حين ترقيقها بزاف راها كتب بسرعة من بعد كنحيدها وراء كتحيد من ورق الطاهي كتحيد بكل سهولة وكتجعلها تشكل كيف ماشتو وكتجعلها رقيقة بزاف بصافي وكنكمل الكويرات ديالي بنفس شكل فديروا غير كيمياء قليلة باش ما تعدبكم بزاف يعني ديروا غير ميسين وخمسين جرام ديال بقيق وراء غدا تخرج لكم الخير والبراكة اللي دارليكم البريوات الحلوين وهنا يا فصورتها لكم من بعد ما دستع لها اربع ايام وهي فتلاجة يعني كتبقى هي هي كنقدر وكتبقى لنا واحد المدة في تلاجة ورافع لانكا تجيزوين بزاف يعني وخافها شوية ديال الخدمة ولكينكا تعطينا نتيجة لزوينة وكنضن ان كل شي غادي تنجح معا الي عطيتوا لها شوية ديال خاطر ان شاء الله فالفيديوهات الجاية سنقدم لكم بها بريوات اللي حلوين وهكدا سنكون وصلت لنهاية الفيديو فالعجباتكم لا تنسوش تخليوا ليعلي لايك و تعليقاتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الاشتراك بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد تبرتاجوا الفيديو مع اصدقائكم و احبابكم انطلقوا فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله سلامة سلامة